محنة جديدة يعيشها أهالي المناطق التي شهدت عمليات عسكرية تضاف إلى سجل معاناتهم مع مشعلي نار تلك الحروب وتجارها وحطبها أطفال دون عمر الثامنة عشرة معتقلون في سجون القوات الأمنية الكردية الأسايش منذ أكثر من سنتين ويواجهون ظروفاً إنسانية صعبة تبدأ بالتعذيب ولا تنتهي بالأحكام التعسفية منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت في تقرير لها أن حكومة كردستان العراق تعذب الأطفال لإجبارهم على الاعتراف بالعمل مع تنظيم الدولة وتقضي عليهم بأحكام تعسفية تفتقر لأبسط شروط نزاهة القضاء وظروفه فبعد سيطرة قوات البيشمرق الكردية على مناطق من محافظة نينوى إثر معارك مشتركة مع ميليشيا الحشد ضد تنظيم الدولة قامت القوات الكردية بحملات اعتقال عشوائي ضد المدنيين ومن ضمنهم الأطفال واقتدتهم إلى مراكز اعتقال مغلقة عمليات تعذيب متنوعة الأساليب مورست بحق هؤلاء الأطفال من بينها الضرب بالأنابيب البلاستيكية والقطبان الحديدية والصعق الكهربائي ينقل الطفل المعذب بعدها إلى المحقق الذي يلزمه بالاعتراف بانتمائه لتنظيم الدولة وفي حال أصر الطفل على الحقيقة كونه بريئا من هذه التهمة يعاد إلى غرفة التعذيب حتى يرضخ ويقر باعترافات جاهزة محاكمات لا تتجاوز عشر دقائق تصدر بعدها أحكام متنوعة أقلها السجن لمدة زمنية تتراوح ما بين ستة أشهر إلى سنة كل ذلك يجري دون أن يسمح لأهالي هؤلاء الأطفال بتوكيل محامين عنهم بل إن مجرد السماح لأهالي الأطفال بقراءة اعترافات أبنائهم ممنوع في معتقلات البيشمرقة الحقائق التي كشفتها هيوم الرايتس ووتش تعد جزءا يسيرا من خفايا ما يحدث في كواليس سجون أطراف العمليات السياسية والعسكرية التي حولت مناطق كثيرة في العراق إلى بقايا أطلال كئيبة وحزينة ستبقى عالقة في ذاكرة أهلها المنكوبين قولا يمحو تاريخها الأسود زوال الاحتلال الذي جاء بهم بل ومكنهم على شعبهم وهذا يوم ليس على الله ببعيد